أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود معي المحددة لإنشاء المناطق الحرة العامة وفي مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة وكذلك توفير أراضي للمناطق الحرة العامة تصهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الانتاج وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة مع سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة بمساحات تبلغ نحو 150 فدان لكل منطقة في مدن مثل العبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والعالمين الجديدة بالإضافة إلى بعض مدن الصعيد ووجه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معينة الأراضي المطروحة والعمل على جذب شركة أجنبية كبرى واستثمارات ذات رأس مال كبيرة ترجمة نانسي قنقر